اخلاق سبيل عصام صاصة بكفالة ودفن متوفف في فيوم واهله بيقولولك مش هنتنازل صلا على الناب ومستاش تعمل فوله عشان دي لقى كاونت الجديد وتعمل لايك الفيديو ده خابري همك مع احمد مطاور عصام صاصة بعد تم القبض عليه عشان طبعا ده الشخص وايه الشخص ده توفى طبعا راح النيابة وخده اقواله وهو اعترف بكل التفاصيل بس اقالك ان هو ما شافوش والكلام ده وما خدش بانه النيابة اخلط سبيله بكفالة تلاتين الف جنيه ولكن لحد اللحظة دي مخرجش وتم تسليمه الاسم عشان ينفذ قرار النيابة بكرة الصبح بعرضه على الطب الشريع عشان طبعا ياخده منه عينة ويعمله تحليل مخدرات عشان طبعا يتأكده ان لما كان سايق كان شارب ولا لا بالنسبة بقى المتوفي اللي توفى طبعا بسبب الحادث تم تشيع الجنازة في عزبة خليل الجندي بمركز قطسة بمحافظة الفيقوم المتوفي اسمه احمد مفتاح والدته بتقول ان هو بيجري على اكل عيشه وان هو معه اربع اطفال وان هما مش هيتنزلوا وعايزين حق والدته بتقول مقدة الشتخل اشوف الجثة بعد ما قالوا ان هي في المشروح طبعا وقعت من طولي وقالت والدته كمان ان هي شافته اخر مرة كان من اسبوع وان هو عايش في البلد وهي عايش هينا في مصر وكان جاي المرة دي عشان يحضر كتب كتاب حد قريبه النيابة كمان امتدبت مهندس عشان يفحص العربية ويشوف ايه اسباب الحادث وطبعا هيقدم تقريره للنيابة طبعا سامسة لو خرج اخلاق سبيل كده هيبقى خلاص لا طبعا القضية هتبقى شغالة واللي هيحسن موضوع ده طبعا تقرير بتاع المهندس بتاع العربية هيشوف طبعا اسباب الحادث وكمان طبعا تحليل المخدرات المهم جدا غير كمان تحريات ده على الحادث واقوال الشهود فانا انتظر بقى لحد ما ديره يظهره وهناعرف هيحصل ايه